هل يجوز قضاء صدقة الفطر والجواب نعم من لم يخرج صدقة الفطر في وقتها يجوز له أن يخرجها قضاء وهذا مذهب الجمهور من الملكية والشافعية والحنبلة ليه قالوا زكاة الفطر حق وجب على من يمتلك ما يزيد عن قوت يومه وليلته فمن لم يؤدها حتى خرج وقت أدائها هي دين في ذمته فهي دين في ذمته لا يسقط عنه هذا الدين كما يسقط الدين إن كان بالمال أو من المال فزكاة الفطر عبادة لا تسقط بخروج الوقت كالصلاة لا تسقط بخروج الوقت والمقصود من زكاة الفطر إغناء الفقراء في يوم العيد وسد حاجتهم وهذا متحقق في كل وقت حتى ولو فات وقت زكاة الفطر فهي واجبة فمن فاتته زكاة الفطر لأي سبب من الأسباب أو لعذر من الأعذار فيجب عليه أن يؤديها إن تأسر له ذلك فهي دين في عنقه واجب الأداء مسألة أخرى في غاية الأهمية وتحدث كل عام في رمضان تقريبا كل عام بلا مبلغة مشكلات كثيرة بين مؤيذ ومعارض وبين من يحكم على من يفعل هذا بالسنة وعلى من يخالف هذا بالبدعة إلى غير ذلك ألا هي قضية جنسي ما يخرج في زكاة الفطر وهل تجزء القيمة القيمة أم لا ما الذي يجب على المسلمين أن يخرجهم زكاة الفطر هل يخرج زكاة الفطر طعمة من قوت بلده فحسب أم يجوز له أن يخرجها أيضا قيمة نقدية بالمال تعالوا بنا لنتعرف على جواب هذه المسألة بالتفصيل والتأصيل العلمي المدعم بالأدلة وأقوال أهل العلم والفقه وذلك في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء واللقاء والله جل وعلا أسأل أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يوصرنا بالحق وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال